يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة ضيف عزيز دائماً كابتننا الكبير كابتن أحمد جشري مدارب الكبير في الكرة المصرية مواجب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأصبق كابتن أحمد مشرف ومنور كالعلي حبيب أحكيم هو أنا اللي سعيد إن أنا معاك ويعني دائماً بستمتع باللقاء معاك والبرنامج الكبير يا حبيب أخبارك إيه كله بخير؟ كله تمام كابتن جمال غندور دلوقتي بيقول إنه إحنا مش محتاجين خبير تحكيم أجنبي رأي حضرتك إيه؟ لا إحنا مش محتاجين فعلاً خبير تحكيم أجنبي إحنا محتاجين خبير ومعه مساعدين إحنا محتاجين خبير ومعه مساعدين أنا وجهة نظري كده يعني لازم خبير ومعه مساعدين يكونوا أجانب عشان إحنا الفترة الأخيرة بقالنا كم سنة المشكلة عندنا كبيرة لغط التحكيم تلاقي ضرب الجزاء يتطفق عليها مجموعة ومجموعة لأة وكلهم خبرة فأنت تيجي تتكلم يقولك لا المسؤول يبرر الحكم خطو واللي بره يقولك لا ده الحكم غلط فدخلونا في مشحنات وخلوا الجماهير بقى بتصطاد برضو الحاجات دي فأنا طب وإحنا ليه ما نبقاش زي السعودية؟ ليه يعني؟ أنت بص ساعدتها كابتن أحمد المباراة الأهلي والزمالك اللي فاتت مباراة طاقم تحكيم أس بانشي لحد أعترض ولحد تنرفز ولحد تتعصب حتى الناس اللي قالت إنه الزمالك كان ليه ضرب الجزاء الناس واخدها عادي عشان حاسين برضو إنها إيه تقديرية ممكن أو ممكن يعني أمور عدت ومفيش أزمة وفيش مشكلة عشان دايما الكلام على فكرة إيه؟ إنه الجماهير بتضغط مسؤول الأندية اللي بيضغطها على الحكام أما أنت لو مشيت بشكل سليم في المباراة ومشيت بشكل واضح صحيح محدش هيكلمك بص أنا كلمك بكل إيمانة كريم أنا رجل أنا دربت في الدورة الممتاز وكان فيه ماتشاف كتيرة الحكام كويسين كأخلاق وكفنيات كويسين طبعا وفيش الأمان بس في حاجة مشكلة واضحة جدا إن للأسف بعض الحكام بعض الحكام بتنزل تعمل حساب إنت مين وبتلعب مين دي مشكلة وبتواجه فرق كتيرة جدا في الدورة تلاقي الحكم أحيانا لما بيلاقي فرقة كبيرة قدام فرقة صغيرة دايما بييجي مع الجانب الفريق كبير دايما بييجي مع فرقة جماهيرية أحيانا تبصت لقيه ميال وساعات لو هو عايز يباين إن هو فرق أحيانا بيظلم الفريق الكبير عشان يخرج يقول شفت أنا عملت إيه أحيانا بيغلط يعني أنا في بعض الحكام شفت مواقف يقولك شفت أنا قديت فلان انظار شفت أنا طرط فلان ويبقى لعيب كبير أو هم حكام كويسين بس للأسف الحكم بيبقى داخل المباراة بالآخر مش عايز جمهور الفرقة دي يعني يخبط فيه بس أولك حاجة بقى أنا مقيت فيها كلام من كابتن جمال غندور يمكن ملاحظتش وإحنا في الحوار ملاحظتش أقول هالو إنه أهلا فيها عندها بتضغط واتحاد الكرة بيستجيب يعني لو النادي مثلا اعترض على حكم وقالي الحكم ده كان سيء وقالي وبتاع مش هتلاقيه في المطشط اللي بعد كده للنادي دوت الفترات اللي قريبة فالحكم نفسه أنا بحط نفسي مكانه يقولك أنا السوكسي بأخده في المطشط الأهل والزمالك لو دايقت ده ولا ده مش رأي نفسي طبعا مش بقولي أنه ما عنده نمير ولا بقولي أنه مثلا لا 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 عنده حسابة كل أنا متأكد مليار في المال الحكام بتوعنا عندهم نظافة يد بس إحنا بنا قادمين يقولك أنا لو زعلت ده مش هلعب تاني مش هحكم مطشط كبيرة تاني فالتحالي بكرة ما بيسنتش برضه بص دي دي يعني دي بتحصل كتير يعني أنا من ضمن المطشط بدون ذكر أسماء حكم جي كان بيحكم لفرقة قبل كده والفرقة دي قسرت معاه مباراة وكان فيه كلام في ضرب الجزائوي فقعد ثلاثة أربع مطشط خمس مطشط فترة ما بيحكم لهمش فجي في مطش أنا فلما جي في مطش أنا ظلمني ظلمني وش ظلمني في طردين كنت كذبت فأي أنا عايز أقولك إيه يعني مش معنى أنه هو بتضغط عليه وبتيجي مطش عايز تعود مطش أنا الكلام ده مش بقوله طبعا الحكام وأصدقائي والناس محترمة بس نفس الحكم يلغي الفانيلات يلغي التشرتات ما هو هيلغيها؟ أه لو لا أصبرته ومساندة من فوق يعني لما حتى ما يغلط ما يجيش تهاجره ولا لاجد الحكام تقول لا إيه بعد إنت بقش وإيه بعد إنت غلطان لأ غلط حسبه على قد الخطأ ما تقولش نهار دي الجميع أصلا هم اعترضوا عليه المطش اللي فات فلمش أخليه حكي المطشين كمان عشان ما نرفس الجميع أنا عايز أسألك سؤال من اللي بيطلب حكام أجانب؟ الأهلي والزامالك والاتنين لما يطلبوا حكام أجانب تلاقي الحكام المصريين في معظم المطشات بتحاول أنها تخرج في مبراطة الأهل والزامالك أنها بترد الأهل والزامالك عشان هم الشعبية الكبيرة ومع ذلك ما بترديش الأهل والزامالك يعني بيحاولوا أن هم خلال الموسم يرضوا الأهل والزامالك وتلاقيهم في الآخر الأهل والزامالك بيقولوا عايزين حكام أجانب أنت تقصد أن الأهل والزامالك هم أكتر فيهم بيطلبوا حكام أجانب وهم ربما يكونوا أكثر استفادة من الحكام المصري لا الحكم بيبقى شعبية النادي على فكرة بربع عليك علاميا كده برضو يعني الأندية الصغيرة في إسبانيا تقولك لا الحكام بيجاملوا جام مديدوا برشلونة يعني هو بطبيعة الحال الشعبية بتفرق نفسيا عند بعض الحكام مش كلهم طبعا طب أنا ليه ما جيش في المتشاط دي بقى فير أيا كان منت لو حاجة صغيرة عملتها كأنك عملت كبيرة يعني لو عديت مثلا ضرب الجزائي فيها شك وحسبتها الفرقة كبيرة طب أنتك إنك عملتك كبيرة صح فبالتالي أنا وجهة نظري هم حكام الحكام الموجودة حكام محترمة جدا وممكاناتهم عالية قوي بس ما عرفش إيه الضغطات اللي بيتعرضوا لها تخليهم أحيانا في مباريات ميلين لكافة فرقة فأنا وجهة نظري عشان يبقى الأمور دي فيها شفافية أكتر يعني إيه المشكلة لما أجيب خبير أجنبي إيه المشكلة لما يبقى الدور المصري بتاعي فيه اتنين حكام أجانب بيحكمه اتنين يعني مالاش زي الإمارات وزي السعودية وكاتر كلهم حكام أجانب لأ قد في وسطهم اتنين واعمل شوف وشوف الدنيا عام ماشي إزاي إيه المشكلة واحنا مصري قليلة كريم ده إحنا اللي علمنا الناس الكورة إحنا اللي بدأنا الكورة فالنهارده أجيب خبير أجنبي أجيب كابتن على فكرة كابتن جماله وكابتن عصام كمه طبعا بس يعني وصله الأعلى للإمكانيات أو أعلى للمراتب في التحكيم كل حاجة بس إحنا النهارده في مشكلة بتدور حول التحكيم طب هي المشكلة أنه نجيب حد ويدير نشوف نجرب التجربة يا والله لو ما نجحيتش يبقى يبقى خلاص زي ما بيقولوا يعني جوحة أولى بالحفظ يبقى إحنا نغير يعني هو إيه اللي حصل مع المصري تدخلت على طبيع بس أنا كنت عارف إنه وقلنا المعلومة وقلنا خلاص والكابتن أحمد مش عاف حسناك ولا إيه والكابتن أحمد خلاص وفرحنا ومنبسطنا كلنا وأنا ما جدبش عليك هنيتك كمان حصل إيه اللي حصل ما حصلش ما فيش حاجة والله أكيد ربنا يعني أجلي الخير ولعله خير طبعا يعني كل حاجة بتبقى نصيب ربنا مش رايد إنت أنا بصلي قبل ما بروح نادي وبقول يا رب لو في خير قربوا لي لو في شر بعيده يمكن يكون كان شر لي أو مش مصلحتي طبعا دي المسلمات إيه بقى اللي حصل إنت اللقتي خلاص روحت واتفقت مع المصري بعد معيني الشعباني وكبتن أحمد خلاص جاي خلاص ورجال هالي عمضش أو اتنين قبل ما حتى يمشي معيني الشعباني يتقال إنه تجدد الثقة فيه بعد ما كان حصل اتفاق معه تمام إيه التغيرات يعني ليه أولاد تم تجديد الثقة في معيني الشعباني وبعد معيني الشعباني جي الكابتن حسام طبعا كابتن حسام حسام إيه اللي حصل في الكواليس بصة يا أه يا كريم أنا أول حاجة أنا لعبت في الناد المصري طبعا ونادي كبير وجماعيري وناس طيبين وأنا يعني بحبهم جدا على المستوى شخصي يعني جماعيري يعني بتحب فرقتها ومسلمة يعني الأمور كانت طبعية يعني أما يجي يكلمني نادي بحجم النادي المصري أكيد نادي كبير ودربوا قبل مدربين من نادي الآل كتير وأسماء كبيرة فبالتالي يعني الناس كلموني وقعدوا معايا أول كانت أول يعني طلب مني قلتولهم الكابتن معين أنتوا بخلاصين معاه ماينفعش نتكلم إلا ما يكون قالوا خلاص إحنا متفقين وهو عارف بعد المباراة دي خلاص هو مش موجود معنا اللي هي مباراة في يوتشر يعني أكيد وكررت الكلام فطبعا يعني مشينا في الاتجاه ده قرينا الفتحة تاني يوم عملت العقد خدت مقدم العقد خلاص كابتين بعد الماتش هنعلن بالليل وخلاص فيه تاني يوم يعني مقابلة باللعيبة وخلاص ونتوكل على الله خلاص أوكي لعب ماتش في يوتشر طبعا نتاج كانت بتاعة الكابتين معين في الفترة دي آخر 11 ما تشافهش مكاسب فبالتالي كان يعني الموقف يعني يستحق التغيير في الوقت ده أموه هو مدرب كبير ومدرب محترم و لكن عارف زي بتقولي أحيانا بعض المدربين أو اللعيبة ما توافقش في مكان فخلاص كان من الضروري أن يحصل تغيير يعني وطبعا مجلس الإدارة من حقه أنه يتكلم مع مع المدرب اللي هو شايفه وطبعا أنا بشكرهم أنهم حط سكوتهم فيها وهم ناس محترمة و يعني الأمور كلها كانت ماشية بهدوق وطبيعية لحد أما لعبه ماتش في يوتشر الفرقة خسرت 1-0 فخلاص كابتن معين المفروض بالليل هيقعدوا معا يخلصوا إجراءاته المالية وخلصوا يعني إعلان يعني كابتن معين خرج بعدية رح نزل للعيبة بعربيته للجمايير بعربيته وقال لهم أن أنا وأنتم بس اللي بنحاربوا مجلس الإدارة يعني بمعنى صح يعني إيه إدى حتة في مجلس الإدارة حطوا مجلس الإدارة في مجمع الجمايير في موقف آه بالزبط آه فالله أعلم هو كان وجهة نظره إيه ممكن يكون هو عايز يمشي استقالة عشان ما يبقاش في شرط الجزائي بيقول كده الله أعلم يعني أنا معرفش ليه قال كده يعني خاصة أنه هو بيقولوا متفق معهم وخلاص فطبعا الجمايير يعني هناك عاطفين وبيحبوا اللي بيحبهم والناس يعني قالت لأ والرجل يكمل معانا وإزاي فطبعا سيادة المحافظ يعني محافظ بورسعيد رجل يعني رجل كرا ورجل يعني محترم ودايما بيدعم النادي فلا أن الموضوع الجماهير بتتكلمه فيه يعني صورة على موضوع أن المدرب يمشي جاب المدرب وجاب مجلس الإدارة وقعد معاهم وهدى الأمور بينهم وده كان أنا كنت شايفه مصلحة النادي أي أن كان يعني مصلحة النادي فوق الجميع صحيح بس فلما لقيت أنه هو هيستمر الكابتن معين رغم أن أنا معايا عقده ومعايا يعني خلاص أنا أنا قيت الإجراء فطلبت أن أقعد مع رئيس النادي ورغم أن كل الناس في المجال الرياضي قالوا لي أنت الفلوس اللي خدتها دي حقك وليك كمان أن أنت يعني تشتكي النادي قلت لهم لا أنا ما ينفعش أن أنا تشتكي النادي زي النادي المصري أو النادي اللي عبت فيه اللي عبت فيها ومش طبعي ومش أسلوبي وأنا محبش أخد حاجة أنا ما اشتغلتش بها فاروحت تاني يوم للراجل وقعدت معايا قلت له أدي عقدك وأدي فلوسك وكنت أخد فلوسك منه ومشيك زي ما بعض المواقع كتبت وعملت فقلت له حاجتك وأنا لعبت في النادي المصري وده نادية وليك القرار والحرية وما ينفعش أن أنا أستنى مدربة أتمنى لين الخسارة عشان أجي مكانه فأديته الحاجة فطبعا يعني مجلس الإدارة الرجل سامير حلبية يعني الرجل يعني رجل محترم ومجلس إدارة وكلهم ناس محترمة جدا ويعني بصراحة وكانوا بيعملوا للنادي الأمانة بصرف النظر هما من حقهم أن هما يعودوا مع أي مدرب ويتعاجدوا معه لأن خلاص المدرب كان في حكم يعني خلاص بس اديته الحاجة والراجل يعني وشكرته وشكرني وسبت الأمور كده قرر اليوم بس بعدها بكم يوم بعدها المطش اللي بعده وخسره تاني من البنك الآلي وبعدها بس حصل تغيير وجي مدرب يعني مدرب تاني كانت نحسام حسن ويعني مدرب لي يعني ليه نك طبعا يعني بيتمتع بحب الجماهير وقاعد معهم فترة طيبة مع النادي المصري فربنا وفقوا ووفق النادي المصري وجماهير ويعني وأنا دعم لهم ويكفيني إشارة في أن هم يعني فكروا فيي وكدت ممكن أبقى مدرب النادي المصري إشارة لأي مدرب محترم كالعادة كابتان أحمد والله فيه جديد فيه جديد ما بعد المصري والله فيه حاجات جات والله يعني أنا عندي مشكلة معرفش المشكلة عندي يعني أنا ما بحبش خلاص يعني من الخطوات اللي خدتها قبل كده بحاول أن أنا أختار الخطوة اللي جاية جالي نادي في المغرب في الدور الممتاز المغربي وكلموني وكدت هسافر خلاص يعني كلموني وكدت حابب يعني الأمانة لكن شرطه ما هي اللي ما كانتش كويسة عاجات لحد معين ولقيت أن اللي خلاني ما روحتش يعني ما كانوش عايزين الجهاز معايا فطبعا صعبة جدا أن أشتغل من غير جهازي صح أنا رايح فترة كلها مباريات يعني فترة منافسات ما ينفعش أن أنا أروح لوحدة فطبعا اعتذرت وقالت لهم لأ لو الجهاز مش معايا مش هينفع لأن الفترة دي أنا دخل على شغل على طول فاعتذرت لهم وقال لفريق من السعودية الأمانة قاعدوا معايا فترة المصري وقلت لهم لا أنا كنت خلص مخلص ساعة موضوع المصري فاعتذرت لهم واترشحت الأندية كبيرة هنا كان ممكن لكن نصيب الحمد لله وفي نادي قاعد معايا من الأندية لصعدة قاعدنا مع بعض وقرر عندهم يعني لصعدة جديدة لدولة المسلمة اللي جاية تأتي لصعدة جديدة بالزبط قاعدوا معايا من عشرة أيام كده وقرر عندهم عشان تقرر معاهم نجحتك اللي قبل كده والله مش هتحكي لك أنا نفسي أبدأ مع فرقة من بداية الموسم أعمل أعمل فرقة بتاع لأنني أنت بتاخد برضو شوية وقت وقاعدوا لما تبقى عايز تعمل الأسلوب بتاعك اللي هو يتناسب مع الفرقة فلما بتجيب لعيبتك اللي تتماشى مع الأسلوب بتاعك بتبقى أسهل بالنسبالي آه طبعا أسوان والإنتاج الحربي برضو يعني ده بالعكس يريت في نص الموسم كنت جبت لعيبة في يناير أنا ملحقتش لهنا ولا هنا فترة يناير فما جبتش لعيبة فبالتالي انت بشتغل على القماشة الموجودة وانت بتفصل زي ما بيقول فلكن لما بتشتغل من بداية الموسم بتختلف معاك دي الأندية اللي يعني أتمنى إن شاء الله يكون من بداية الموسم في نادي كويس وبقى وجاء لي أندية طبعا تحت في الدرجة اللي تحت الاندية الكبيرة كلها الأمانة كلمتني الأمانة يعني وأشكرهم كلهم كلهم أندية محترمة لكن أنا كان عند ظروف تمنعني إن أنا في الفترة دي إن أنا يعني أشتغل تحت علاقتك بالنادي الأهلي إيه لا علاقته دي علاقته طيبة جدا كانت مع الإدارة ودلوقتي أنا في عام طبعا اسم كبير في تاريخ النادي الأهلي فطبعا لديك علاقة كويس بس علاقتك بالنادي الأهلي كنادي أهلي والله أنا يمكن يعني يعني عايز أقولك أنا مش محتاج إن أنا أتكلم وروح أعطف النادي الأهلي أنا إبنى النادي الأهلي وخدت عشر بطولة مع النادي الأهلي ويعني التاريخ سطر يعني اسمي جوه النادي الأهلي يعني أنا مرتبط به وعلاقتي طبعا كابت الخطيب يعني علاقة طيبة يعني لو الأهلي عرض عليك تبع موجود مع جهاز فني أجنبي مدير فني أجنابي الفترة اللي جاء ممكن توافق طيب النادي الأهلي ده بيت يا رب فيه مدربين يقولك لا أنا مش هشتغل مدير فني وفيه مدرب تاني يقولك لا أنا حب هشتغل في النادي الأهلي لا بص النادي الأهلي غير النادي الأهلي يختلف عن أي نادي بالنسبة لي النادي الأهلي يعني لما يجي يكلمني أو يقول لي حاجة زي دي يعني مش هفكر حتى عشان ده النادي الأهلي يعني خيره علي النادي الأهلي اللي داني اسمي اللي داني شهريتي اللي أحب بالناس فيها فأنا بحب بالنادي الأهلي جدا هو راجل أهلاوي وجماريتي وشعبيتي بالنادي الأهلي فبالتالي ما قدرش أقول للنادي الأهلي حاجة وأنا يمكن ما فيش تواصل محدش بيكلمني آه معرفش يمكن أنا بحب شكح من نفسي في حاجة ممكن تكون فيها فرد شوية اسمي عليهم لكن لا طبعا ده أنا علاقت بيهم طيبة جدا وناس هما فوق الاحترام كمان يعني مجلس إدارة بتاع النادي الأهلي الناس محترمة جدا ولما يكون مجلس الإدارة فيه كابتن محمود الخطيب اللي إحنا حبنا الكورة وطلعنا على عليه يعني وعاصلنا طبعا يعني لا شرف لي أن أنا كون متواجد في النادي الأهلي وأعتقد أن أنا مرضو علاقت بيهم كويسة وعمري ما عملت مشكلة في النادي الأهلي يعني أنا خرجت من النادي الأهلي بدون مشكلة خالص ودخلت بهدوء وخرجت بهدوء وخرجت من النادي الأهلي محترف في أوروبا وكدت يمكن رقم 12 في تاريخ مصر اللعب اللي احترف برة وتعملي مؤتمر صحفي وخرجت بشكل يعني شيك جدا لأ وطول عمري النادي الأهلي يعني بقول إنه أخرى علي وده حقيقة صحيح فلا النادي الأهلي يختلف عن أي حد كريم كابتن أحمد كوشي لسا مكملين معك هذا الحوار الممتع جدا بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله يعلم بحقاتكم مرة أخرى طيب كابتن أحمد عايزي أخذك شوية لمدرب منتخب مصر نختاري مدرب إزاي أنا شوف على السؤال يبدو عادي وسهل بس هو السؤال عميق وكثير التفاصيل لما نيجي تحت كورة يختار مدرب جديد لمنتخب مصر عشان ما نقعش في أخطاء الماضي نختار إزاي وعلى أساس إيه أول حاجة يكون مدرب مسك فرق وهو أول حاجة سنه بصغير أنا مقتنع جدا بديل إن المدرب لما يكون سنه قريب من أنت كي أنا سفتلي السؤال اللي بعديه مش مشكلة هقول لك هقول لك إيه وجهة نظري لأن المدربين الصغرين أو الإطالعين الدنيا اتطورت في أوروبا طرق اللعب اختلفت الأسلوب اختلف النهاردة مين اللي نجح على مستوى العالم هتلاقي أسبانيا أسبانيا مين اللي مسكها لويس إيريكي مثلا دلوقتي واللي قبله كان مدرب أصغر منه لويس إيريكي قدي مثلا قد نفس سن من الجيل بتاعي جوارديولا لما درب ما كانش درب حد غير ناشئين في برشلونة ورح ماسك برشلونة بقى أحسن مدرب في العالم وزيدان نفس الكصة وزيدان كذلك طب تعالى اتنقل في حتة تانية عشان الناس ما تقولكش ده هولندا بتطور وبتطلع فرق وبتوصل بمنتخبات وعندها لعيب مدربين بتوعهم كلهم شباب صغرين مدرب باير ميونيخ عنده كم سنة 37 دنوة 35 سنة مدرب باير ميونيخ اللي هو من أعظم فرق العالم النهاردة انت بتروح تدور أحيانا بتجيب تقول السيرة الزاتية السيرة الزاتية مش بكتر الأندية اللي تدربتها ولا المنتخبات السيرة بتاعت انا كمدرب لما تيجي تقولي هجيب مثلا كارين مدرب اشوف لما راح في بلد مثلا او في فرق اطورهم وصل بيهم بايه اسلوبه يناسب مصر ولا يكون راجل بيعرف يهاجم ويدافع مروحش اجيب مدرب مثلا الناس تقولك كوبر وصلنا كاس علب احنا ما احنا عندنا مدربين بتاعف ترصص اللعيبة ورا وتفضل واقفة طول الماتش وتلعب على واحدة لكن مش ده اسلوب كورك انت عايزي بعدك جيل لازم يباليك اسلوب لازم المدرب بيبقى بيعرف يهاجم ويعرف على فكرة حضرتك دوت فيجي بقى رأي تاني معاكس ثماني يقولك لا انت ما تجيب ليش مدرب للمنتخب اللما يكون خد بطولات وعمل مش عارف انجازات لا انا ما قلتش بطولات لا انا بقولك فيه رأي تاني بيقولك العكس بقى رأي احراك لا يعني رأي احراك ده جد بس فيه رأي تاني يقولك لا لو جبت لي مدرب ما خدش بطولات وعمل انجازات وخلافه يبقى ما تجيبوش منتخب مصر احنا مش هيجي مدرب يجرب فينا لا ما انت خد بطولات مع مين هتتكلم على المستوى الافريكي انت النهاردة اللي خد بطولة افريقيا مثلا هيرفي ريرارد راح في حتة تانية راح السعودية وبقى بياخد اركامه ممكن تفاوضه اه ومسك المغرب ممكن تبس هو الراجل النهاردة يعني نجاحاته اعتقد انه خلاص بقى مطلوب بقوة فهو اللي بيختار هتيجي تبص تقول بعده انت النهاردة قلت عايز باتريس بوميل صح؟ يعني انا اممكن قلتها بس انا مش بقولها ان انا وانا مسك منتخب جبوتي سنة 2008 كنت بلاعب منتخب زنبيا كان مسكه هيرفي رينارد المساعد بتاعه باتريس بوميل النهاردة مش عايز اقولك يعني النهاردة انت بتفكر في مساعد المدرب بتاع هيرفي رينارد ليه يعني النهاردة قلت راجل مسك عشان مسك كودفار هو مسك كودفار عشان هيرفي رينارد كان مسك كودفار وخبهم بطولة فعايزين يكملوا الشكل بتاعهم والاسلوب بتاعهم لكن هل نجح مع كودفار هنجحش مع كودفار فانت النهاردة بتفكر فيه ليه ليه اديني كيد اهو طبعا انت عايز تجيبه ايه انجازه ايه بطولته ايه اللي عمله ايه اللي وصل وصل كودفار لايه ما وصلتش الحاجة سامع انه هو من الناس المرشعة بكه ممكن يكون مدرب كويس وعنده فكر لو عنده فكر انا معاك لو انت شايف اسلوبه وتطويره لأداء كود فغار هاته لكن انا مشوفناش التطوير ده انا مشوفتش الكلام ده هات مدرب من المدربين الصغارين اللي لسه شغالين عندهم طموح عندهم فكر عايزين نشتغل وانه الياردة في انجلترا ستيفن جيرارد ماسك فرقة اللي هي أستون فيلا وعمل بيها شغل كويس قوي وعمل بيها شغل كويس ويرروني ماسك فرقة بتكلم ساوزجاد نفسه ومدير فاني المنتخب انجلترا كم سنة اه سوزجاد مش كبير اتفرج على مدربين المنتخبات اللي صعدت كلهم شباب صغاري اتفرج على هولندا ليه اليه النهاردة مانشستر رونايتد راح تجيب مدرب ايكس الهولندي لانه كان عنده في الملعب فرقة مش لعيب الكور عنده منظومة يعني عنده منظومة انا نفسي لما يجيبه مدرب يجيبه منظومة بس ده ما يمنعش برضو ان انشلوتي هو اللي بياخد دولة ابطال اوروبا يعني 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 انشلوتي هو اهمي مش بتبقى بالسن بس بالقدرات يعني كله انشلوتي واخد انشلوتي خبراته كبيرة معه برضو هو النهاردة ماسك مين يا كريم هو ماسك ريال مادريد مش ماسك فريق صغية فريق بيعرف ياخد بطولة بمدربين بيه او من غيره وما خدها مع الزيدان وخدها مع اكتر مدرب فلما يكون انت خبراتك كبيرة مع فرق بتعرف تاخد بطولة هنا الكيمياء بتمشي صحي ده ده قصة تانية انشلوتي لكن تعالى شوفي النهاردة المدربين اللي بتطلع من هولندا وعلى فاكرة بالمناسبة بقى احنا بعيد اوش هو قال يوسيسي تقريبا عنده 46 او 47 سنة مدرب السنغال طيب او وسنغالي وراجل من بلده محلي انت النهاردة لما جيت تفكر في اياب جلال قامت حربة على الراجل من قبل ما يبدأ ولما جيه يشتغل انا اول مرة اشوف اياب مش ده اياب جلال الراجل مش عارف يرضي الناس ازاي انتو بيتهاجب من قبل ما يلعب فازاي النهاردة هيبقى قوي مع الفرقة اللي هو داخله هو من الناس بتقوله ما يستحقش ان هو يمسك المدرب انت خلصت على المدرب المصري ابوه ده ما يصحش يعني ما ينفعش انت هتلجأ للمدرب المصري في اوقات في اوقات هيجي المدرب الاجنبي هيفشل معك ويمشي تبقى لازم تجيب مدرب مصري ان ما عندك شرط بطوات افهم من كده ان انت مش مع عودة كالوس كيروش للمنتخب لا مش مع عودته لا 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 انا مش مع عودته لان الناس اللي للأسف احنا بننسى الناس اللي بتنادي ان هو يرجع هي الناس اللي كانت بتقول ده ايه ده ده باختياراته غلط ده ما بنهاجمش احنا وقفين مندفع طول ماتش هو راجل اكيد عنده خبراته مدرب كويس بس ايه مش طمحنا انا مش شايف ان احنا كليلنا شكل انت اهات لي كده في بطولة افريقيا كلها كم ماتش لعبته كويس كم ماتش هجيمت فيه وصلت له الجون كم مرة هتقول لي المغرب المغرب انت خطفت المغرب المغرب قبل ما تجيب الجون كان يخش في الجون كنت هتخرج من البطولة عملت جيم كويس مع المغرب لان المغرب في بيننا وبينهم شمال افريقيا فيه بيننا وبينهم ايه ايه التنافس شديد بس عارف كابетان احمد قول لو مكابتنا أحمد كواشر يصنف من مدربين الدولي لمصر إنه هو مدرب محترم حلوك دربت فرقة كثيرة جدا وكنت بالدافع كويس جدا وبتعرف تشتغل على هجمات مرتدة تسجل بيننا أهداف حكما كنت تلعب أداء هجومي كبير طبعا عشان كنت تلعب على إمكانياتك إمكانيات فرقتي طبعا براف عليك ما هلازم برضو نقدر ما هدي الحلقة المفرغة اللي بيننا وبين اتحاد الكورة وبين كل الجماهير إنه أنت مستواج دلوقتي الفني بكوالة اللعبين بإمكانيات بالمقارنة باللي جنبك أنت بقيت بعيد بس ناخد نفسنا احنا طول الوقت نتحدث عن منتخب مصر التاريخ منتخب مصر 2006-2008-2010 إمكانياتك دلوقتي بالمقارنة بإمكانيات لعاب السنغالة كابتن أحمد عاملة إزاي لا في فرق في فرق صح أنا لو نزلت لعابة السنغال دي مهاجم هيحصل فيها لا أنا ما بقولش مهاجم هيحصل فيها زي ما حصل قدام المنتخب الأسيوبي يا كريم أنا بقولش مهاجم عالش أنت كده بتتكلم إن إحنا لازم نقف هنقف ندافع للفرق كلها لا طبعا يعني عندنا مدربين بتعرف دي دافع بس إحنا هاجمنا قدام منتخب ليبيا وقسمناه بربعة يعني كالوس كيروش نفسه هاجم قدام منتخب ليبيا عشان إمكانياتك أكبر وقسمتها بربعة ماشي بس إحنا عايزين يبقى لنا أسلوب هجومي زي ما أنا بدافع المدرب ما ينفعش يبقى مدرب أنا مش معا كلامي يقولك إيه ده مدرب بيدافع بس أو بيهاجم بس يعني إيه بقى هاجم بس أو بدافع بس صح أنا لازم أعرف قدرات الفرق اللي معايا ولازم يبقى عندي أسلوب أوجد للفرق الحلولي اللي توصله للجون لو أنا ما وجدت لهوش الحلول يبقى أنا مش مدرب أنا النهاردة هقف أدافع طب أنا بقف مثلا في فرق البنسيكا لما أجي لعب أيل والزمالك بدافع لكن في نفس الوقت بعرف إمتى هاجم عشان أروح أجيب جون لكن لو أفضل ها أدافع طول الماتش عمري ما أعرف أوصل للمرمى الأيل والزمالك وأسجل فيهم شحيح فأنت لازم المدرب اللي يجي يبقى عنده أنت بسك منتخب مش ومنتخب مصر ومش قليل ولو أنت شايف إن الجيل مش جيل قوي يا عمي تعالى حط في وسطهم دعم وغير الشكل وحط طب ما ظهر معه لعيبة كويس الناس حسبت عليه أنه هو أحمد رفعت ظهر معاه مصطفى فاتحي ظهر معاه محمد عبد المنعم ظهر معاه عمر كمال عبد الواحد ظهر معاه صح أو لا يا كريم صح وملعبهمش بعد كده ملعبش على محمد عبد المنعم بس وعمر لا عمر اللعب عمر جابر عليه لا عمر جابر في الآخر اللعب عليه في مطش السنغال وحجي لعبة ليه طب أحمد رفعت ملعبش تاني ليه ونجح معك في البطولة العربية بس لعب مهند لاشين لعب محمد عبد المنعم ماشي لعبهم إيه لما جيه يخد ماشي ما لعبهمش بعد كده ليه باستمرار يعني يا أحمد رفعت ما شاركش ليه رغم أنه نجح معك في البطولة العربية انتعرف كالوس كيروش أدمع منتخب مصر ده كابتال أحمد ده ست شهور ست شهور احنا منحسب الراجل ده لكنه أدمعناه ست سنين بصة كريم بصة كريم أنا أقولك حاجة أنا بطمح في أحسن منه أنا مدرب عايز أحسن منه أنا مش بتكلم بقوله الراجل وحش أنا بقول عايز أحسن منه عايز مدرب يطور لنا كرة نبعدين بنتفرج على كرة منتخب مصر لما يجي لعب فرقة حتى زي السنغال المشكلة ما هاجي من السنغال المشكلة أنا بصراح نفسي في بيب جارديو المشكلة أنا بكلم على طموحك أقصد أنه خلص كريش حلو بس إحنا عايزين أحسن أنا موافق يعني أنا أقول لك حاجة وأنا لما باللعب مثلا السنغال أو بتلعب كوريا الجنوبية مثلا أو بتلعب المشكلة أن أنا هاجمها وتهاجمني إيه يعني أنا عندي لعبة كلها هو أنت اللعبة اللي عندك قليلة برضو معلش مع ترامي أنت عندك لعبة خبراتها كبيرة آه ممكن تكون لعبة مش في حالتها هل كان من المباراة الدوري لكن أنا برضو متخب مصر لازم يبقى نازل اسمي وتاريخي وعراكت في الكرة تخليني أن أنا خوف أي فرقة حتى السنغال السنغال ما كانتش فرقة بطولة صح أنت خليتها فرقة بطولة السنغال ما كانتش بتاخد بطولة إيه المشكلة أما أنا بلعب في السنغال إنك بدافع وبهاجم يعني معلش كل مدارب ليه فكره أنا لو لعبت السنغال في السنغال أنا لو لعبت فرقة السنغال في السنغال أول مباراة لازم أضغط عليه لأنه هو بيبقى خطوطه بيبقى فكرة عايزي يهاجم لقينا المباراة من بدايتها التسعين دي انا بياجب. اقول لي فاتمات المهم اللي جاي يا كبتنا. معلش انا بتكلم والله يا ريت الناس. ايو لا صح. يا ريت الناس تفهمنا عشان احنا للأسف دلوقتي الجماهير والناس اللي بتتفرق. لو قلت اي حاجة تلاقي ناس ساعات تقولي العكس. انا بقول. لا اقول وقت نظر. انا بطمح دي بلدي. طبعا. انا بطمح فمدرب كبير. عشان كده قلت لك انا عايز يعني يالله تعالى نتمح. انا عايز مدرب اشوف انا وانا قا بعد اتعلم منه. اقول ايه ده يا الراجل ده ايه ده بينقل. من خط الدفاع الخط الوجومي بقى اسرع ما يمكن. صحية. حاجات دي مهمة. صحية. كابتن احمد شرفت ونورت ودائما بستمتع جدا بتواجدك. حبيب يا كيمو. حبيب يا سعيد ان انا معاك. كل وقت بجري معاك بصورة. يا حبيب ان نورت الدنيا يا كابتن احمد. شكرا. 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 ده كلنا مع الكابتن الكبير كابتن احمد كشري. بعد الفاصل نقضان الرياضيان. رامي رجب واحمد الشام في ديافة رقم 10. خليكم معاك.